في هذا المقطع نرد على وسيم يوسف المذيع ببعض القنوات الإماراتية حيث أنه اتصلت به فتاة لعلها من المغرب وأخبرته بأن رجلاً من الإباضية تقدم لها ليخطبها من أهلها فهل تقبل أم لا؟ والظاهر من كلامها أن فيها خير وأنها بحثت عن المنهج الإباضي الباطل ووجدت عنه شرًا عظيماً ولكنها تلكأت واستفتت هذا الرجل ظنًا منها أنه من أهل الدين الذين يستفتون ومن أهل الفتوى من أهل العلم وما علمت وما درت أن هذا الرجل لا علاقة له أبداً لا من قريب ولا من بعيد بالفتوى ولا بالعلم ولا بالكتاب ولا بالسنة الصحيحة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فما كان من وسيم يوسف إلا أن جوّز لها الزواجة من الإباضية والشيعة والصوفية ومن جميع أهل الضلال والأسوأ من ذلك والأتها والأمر أنه جعل الخلاف بيننا وبين الشيعة الرافضة وبيننا أهل السنة وبين الإباضية الخوارج الجهمية وبيننا وبين الصوفية عباد القبور جعله خلافاً في الفروع وليس خلافاً في الأصول وبعد هذا كله جوّز لها الزواجة منه قبحه الله الإباضي مسلم ولا يحق لأي مخلوق أن يكفره علمتي؟ نعم فالإباضي مسلم وزواجه منك صحيح وتركوا عنكم هذه المذهبية العمية الصماء بيننا وبين الإباضية موجود خلاف أي أن كان بيننا وبين الصوفية موجود خلاف بيننا مع السلفية يوجد خلاف بيننا مع الليبرالية خلاف أولاً الطائفة الإباضية هم طائفة من الخوارج حيث أنهم يكفرون بالكبائر فيجعلون شارب الخمر كافراً ومرتكب الزنا كافراً وآكل الربا كافراً كفراً أكبر خارجاً عن الإسلام وهذا هو عين وأصل مذهب الخوارج الأوائل ومن هم الخوارج؟ الخوارج بيّنهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أولاً سماهم منافقين كما حسن الألباني رحمه الله عند الترمذي رحمه الله من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه يا عثمان إن الله مقمصك قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانع الحوض وأراد بهذا القميص الخلافة وأراد بهؤلاء المنافقين الخوارج الذين أرادوا عثمان وأرادوا خلع الخلافة منه كما هو مشهور ومتفق عليه بين أهل السير والحديث وهم الذين قتلوا ولكن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم منافقين ووسيم يوسف يقول للفتاة تزوجي منهم لأن خلافنا معهم خلافاً في الفرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخوارج منافقون هذا أولاً ثانياً جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار كما روا بن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم في رواية قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل إرم وقال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ومن هذه اللفظة اختلف علماء أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً في كفر الخوارج أكفارهم أم مسلمون فذهب علي بن أبي طالب وجماعة إلى أنهم من الكفر نجوا ولكن قال إخواننا بغوا علينا فهم بغات كما قال الأجري والخواري هم الأرجاس الأنجاس الشراط البغات وهم شر قتلى تحت أديم السماء كما جاء في الأثر الصحيح وذهب جماعة آخرون إلى كفرهم استناداً على قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلو كان الأمر هذا أو ذاك لا يجوز الزواج منهم أبداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الخاطب المتقدم إلى المرأة المسلمة شرطين قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أن نرضى دينه هذا هو الشرط الأول وأن نرضى خلقه هذا هو الشرط الثاني فالخوارج الإباضية لا نرضى دينهم لأنهم من الخوارج ولأنهم يكفرون علي ابن أبي طالب يكفرونه الكفر الأكبر ويخرجونه من دائرة الإسلام فبالله عليكم لو سب أحد أباك هل تزوج له أختك؟ الجواب لا فكيف بمن سبب الكفر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين المهديين الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرجد والهداية في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وبقوله عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فإذا هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه هؤلاء يكفرون عليا فكيف يجوز وسيم يوسف الزواج من هؤلاء المجرمين وكذلك من عقائد الخوارج الإباضية أيضا نفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهذه ثبتت بالقرآن كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء بصح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الزيادة حينما تل هذه الآية قلنا الله ورسوله أعلم قال هي النظر إلى وجه الله الكريم فهؤلاء ينكرون ما ثبت بالقرآن وما ثبت بالسنة الصحيحة ووسيم يوسف قال من قبل أنا أشك بكل كتاب دون القرآن وهؤلاء ينكرون وهؤلاء ينكرون آيات من القرآن ثبتت رؤية الله سبحانه وتعالى من المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة فانظر إلى تناقض وسيم يوسف هذا ولكنه المنهج الأفيح الواسع الذي هو لجماعة الإخوان المسلمين منهج وسيم يوسف أقولها بملء الفم منهج هو عين منهج جماعة الإخوان المسلمين القائل نعمل سويا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وأنهم يتقاربون مع الشيعة ويتقاربون مع النصارى كما رأيتم وسيم يوسف مع ذلك القسيس النصراني وكيف يحبه بل يجعله شيخا له تبا لهما معا هذا هو منهج الإخوان المسلمين ووسيم يوسف ما تمكن من تلك القنوات الإعلامية العربية إلا لظن من مكن له أنه يحارب لهم جماعة الإخوان المسلمين ووالله منهج وسيم يوسف هو ذاته منهج جماعة الإخوان المسلمين ولكن بعض الناس لا يعرفون منهج الإخوان المسلمين منهج الإخوان المسلمين يدور مع المصلحة حيثما دارت فلو اقتضت مصلحتهم أن يكفروا فسيكفرون بالله ولو اقتضت مصلحتهم أن يكونوا مع الرافض الشيعة يكونون معهم ولو اقتضت مصلحتهم السياسية ليصلوا إلى كرسي السلطة أن يلعنوا الدين وأن يطعنوا في الإسلام وأن يكذبوا على رب العالمين سيفعلون ذلك كما فعل عمرو خالد ليجوز الخروج على السيسي في مصر في المظاهرات الشهيرة المعروفة قال أنا رأيت الله بعيني في ميدان التحرير نزل في ميدان التحرير وأنا رأيت ليجوز المظاهرات وليجوز الخروج على الحاكم وليستلموا السلطة يكذبوا على الله تبارك وتعالى فهذا هو منهج الإخوان المسلمين أما طعنه في جماعة الإخوان المسلمين فلا أن مصلحة الجماعة اقتضى ذلك كما ذكر علماء جماعة الإخوان المسلمين علماءهم هم ذكروا في بعض كتبهم أنه لا مانع لا مانع أن ندور مع المصلحة وأن يأمر أحد بالخروج وينهى الآخر من جماعة الإخوان المسلمين ينهى عن الخروج متى مقتضت مصلحة الجماعة ذلك فليفهم هذا المسلمون وفق الله الجميع لما يحب ويرضى هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه